اهلا بكم منذ الساعات الاولى لانطلاق تظاهرات تشرين في العام 2019 حاولت قوى السلطة وميليشياتها اصاق تهمة الارهاب بهذا الحراك الشعبي السلم للامعان بمزيد من التنكيل والبطش به وبمتظاهريه وناشطيه هذا الحراك ناشطي هذا الحراك حتى ان حكومة عادل عبد المهدي التي اسقطتها هذه التظاهرات حاولت تطبيق قانون اربع ارهاب ضد هذا الحراك بذريعة التخريب والفوضى لان هذا الحراك حافظ على سلميته وابتعاده عن اي سلوك عنفي برغم استشهاد نحو سبعمائة من شبابه وناشطيه بالاضافة الى الاف الجرحة والمخطوفين والمغيبين قصريا استمرار محاولات قوى السلطة والميليشيات في اصاق تهمة الارهاب والتخريب بتظاهرات تشرين السلمية هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الاسئلة التالية لماذا ما زالت قوى السلطة وميليشياتها مستمرة في محاولة الصاق تهمة الارهاب بالحراك الشعب السلمي في العراق وهالمحاولات قوى الميليشيات ايجاد سلة مزعومة بين الحراك السلمي وما يسمى الارهاب الغاية منها التهية لمزيد من البطش والقمع الوحش اليس قلص وقتل مئات الشباب المتظاهرين واصابة الالاف منهم برصاص الميليشيات هو الارهاب الحكومي والميليشيوي بعينه ولماذا لم ينجر الحراك الشعبي الى المواجهة المسلحة مع قاتلي شبابه من المتظاهرين والناشطين وهل سيبقى الحراك الشعبي سلميا برغم تزايد التحريض ضده وإيغال قوى السلطة وميليشياتها في عمليات الاغتيال والخطف لشبابه وناشطيه ضيوف الطاولة رافع الفلاحي حامد الصراف ثامر العلواني السنة الاولى لثورة تشرين تدخل شهرها الاخير محققة عدة انجازات اهمها انها كشفت عن الوعي الشعبي العام بعدم صلاحية العملية السياسية واستحالة اصلاحها وامام هذا الانجاز الكبير دخل اقطاب العملية السياسية في حالة هستيرية تفعتهم لتجريب مختلف الوسائل من اجل اخماد الثورة من القتل والخطف والاعتقال الى محاولة تشويه الثورة وكعادة الانظمة الدكتاتورية اقرار بشرعية بعض المطالب لكن شيطانة الحراك من خلال انصاق تهمة الارهاب به هو اهم سمة لاحقة مرة المتظاهرون مندسون ومرة جوكرية ومرة دواعش يريدون تخريب البلاد هذا الوصف لا يغادر السنة رؤساء الاحزاب وزعماء الميليشيات منذ اليوم الاول للثورة وازداد تكراره مع قيام المتظاهرين بحرق مقاري الاحزاب والميليشيات وتجريفها حيث وضع الثوار بهذا الاجراء يدهم على جرح العراق وشخصوا مصائبه المتأتية من الاحزاب والميليشيات وعندما ادرك المتحكمون بمصير العراق انه لا بديل للثوار عن راحيل هؤلاء وفشل الرصاص في تحقيق مبتغاه عملوا على مبدأ اما نبقى او فليحترق العراق في استنساخ مشابه للتجربة السورية وفي ظل شهوة الدولية لمصطلح الارهاب وجد اعداء ثورة تشرين ان ربطها بالارهاب هو خير وسيلة لزج الحراك بدوامة تعقد الحل وتخلط الاوراق وفعليا بدأ تطبيق هذه الخطة حيث اطلقت دعوات متعجلة لتسليح التظاهرات تخطفها المسؤولون الحكوميون وبدأوا يدندلون حول سيادة الدولة ويحذرون من العبث بامنها وكأن العراق اساسا بلد امن خال من الميليشيات والسلاح المنفلت استثمار دعوات تسليح التظاهرات يعطي الحكومة ذريعة لضرب المتظاهرين واقتحام الساحات وفرض قانون الطوارئ وبالتالي تظهر نفسها طرفا مسؤولا وليس مدانا مسببا لازمات العراق ونكباته لكن وعي المتظاهرين وخبرتهم التراكمية تقودهم الى النجاح في التخلص من فخ الارهاب والميليشيات كما يرى متابعون للمشهد اهلا بكم مشاهدين الكرام مرة اخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي ستبحث في المحاولات المستمرة لقوى السلطة وميليشياتها بايجاد صلة او ربط الحراك الشعبي الشبابي السلمي بالارهاب وقوى التخريب ضيف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي وسيكون معنا من العاصمة الهولندية مستدام الدكتور حامد صراف الأكاديمي والباحث السياسي ومعنا ايضا من العاصمة الاردنية العمان الدكتور ثام العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين كلاهما عبر سكايب مرحبا بالضيوف الكرام جميعا نبدأ مع دكتور رافع الفلاحي دكتور الحراك الآن يقترب من السنة في واحد عشرة سيكون قد مضى سنة من عمر هذا الحراك الشعبي قتل من الحراك لحد الآن أكثر من سبعمية أو ثمانمية من ناشطيه وشبابه وآلاف جرحى ومخطوفين ومغيبين وما زالت عمليات الاغتيال والقتل مستمرة بالتوازي هناك المحاولة مستمرة من قوى السلطة وميليشياتها وإعلامها على ربط هذا الحراك بالإرهاب على الرغم مما تعرض له هذا الحراك من إرهاب حكومي أو ميليشياوي هذه المحاولة ما الذي تنفع الميليشيات وقوى السلطة إلصاك هذه التهمة أقصد بسم الله الرحمن الرحيم أستاذ ماجد ربما هذه قوى السلطة قوى العملية السياسية منذ تشكيلها منذ عام 2003 لحد الآن نفس الأساليب ونفس الرؤى ونفس الأطر تتصرف بها نفس التفكير لم يتغير التفكير ربما تتعمق هنا تتوسع هنا أفكارهم تزداد لكن هي تعتمد على فكرة واحدة وأقصد في هذا أنهما في عام 2003 جاءوا وكانت هناك توصية غربية توصية أمريكية لهم في شيطنة كل شيء وهم يعني عملوا على هذه القضية هم ومن احتل العراق على شيطنة كل شيء وحتى شيطنة الشعب العراقي وصولا إلى إزاحتها ويعني لساق التهم بكل الناس وهذه 18 سنة شهدت الكثير من المآسي والكثير من المظالم والخراب والدمار الكبير في قضية التظاهرات من أول تظاهرة هذه ليست ثورة تشلين لم تكن الأولى سبقتها تظاهرات كثيرة ما مرت سنة من سنوات الـ 17 التي مرت إلا وكان أهل العراق يخرجون فيها في التظاهرات في كل المدن العراقية وكثيرة تظاهرات لكن الأسلوب الذي واجهوهم بواحد إما القتل أو الاختطاف أو استخدام القوة والسلاح ضدهم أو الشيطنة شيطنة هذا الشيء وهذا تعودوا عليه لذلك هم يعتقدون أنه هذه قضية قضية الساقة التهمة بالآخرين أو شيطنة المقابل هذه هي ممكن أن تنجح في كل وقت الآن هم لا يدركون أو لا يعني لا يفهمون أن اللعبة قد انكشفت بعد 11 سنة الناس قد كشفتهم كشفت ألعبهم وكذبهم وكشفت كل ما فعلت هذه العملية السياسية ومخرجات عمليتهم السياسية انعكست على الشعب وعلى الوطن بشكل كبير جداً جداً وعمقت المأساة وعمقت الكارثة وجسدت الكارثة حقيقة الآن الشعب يخرج لأن الكارثة كبيرة الكارثة مجسدة أمامه بكل تفاصيلها فأنتو شيطن الشعب شيطن التظاهرات بهذه الطريقة تتهمها بالأرهاب تتهمها بعلاقات جوكرية لهم علاقة بالسفارات الأجنبية يقبضوا من هذه مندسين هذا الكلام كثير ما سمعناه لكن وقع الحال من أنتم يعني من يعطيكم المكانة التي تؤهلكم لاتهام الآخرين أنتم من يعني أشعتم الفساد من أشعتم القرابة الطائفية الدمار الكارثة عمقتوها تعاونتم مع الاعتلال فبالتالي لا يحق لكم أن تتهمون الآخرين بتهم من هذا القبيل أو تمنحون الآخرين سكوك الوطنية والنزاهة والعفة هذه جزء من عدها يمنحون يعني الجماعات التي يريدونها فأنتم يعني غير مؤهلين لهذا الموضوع أنتم متهمين وأنتم يعني تتحملون وزرقوا هذه السنوات التي حدثت تحملون نتائج وأفعال هذه الكارثة وتداعيات فبالتالي هذا الإطار العام هم الذين يتصرفون به لابد من شيطنة الشيء لكي يقضوا عليه كي يتحركوا وتكون أمامهم هم يعتقدون هناك مظلة شرعية لتصرفاتهم اللاحقة والتي هي تشمل القتل وهم مستمرين بالقتل لكن القتل أمام العدسات لا يهم ويبررونه علنا أنه قتلهم هؤلاء حلال مثلما أحد الميليشياوين خرج على الشاشات قال أنه ذول المتظاهرين مجموعة من المخربين وعليهم شاهدت واحد من من التظاهرات قبل يومين القوة التي واجهت التظاهرة وهي الخريجين ماذا يقول لهم المسؤول عن هذه القوة قوة لمكافحة الشغب نعم وهذه مكافحة الشعب وليس مكافحة الشغب يقول لهم أصعدوا على الرصيف الرصيف أرض الرصيف لا يزيد عن نصف متر وفي حالات ما موجود الرصيف فهو يريد أن يحصرهم مع الجدران تظاهرة كبيرة فيضطرون يدخلون بها بالشارع هو يريد أصعد لأنه هذا مو حق وأنتم قاطعين الطريق أنتم قطعتم الحياة عن العراق كله أفسدتم كل شيء دمرت العراق هذه القطوعات الكونكريتية التي موجودة الآن قطعت بها كل الشوارع لا أحد يستطيع أن يتكلم معكم الشعب عندما يخرج المطالبة بوظيفة يطالب بحقوقه يطالب معرف منه ويطالب بشهادته يجب أن يصعد على الرصيف ويمتثل لأوامركم أنتم تحترمون التظاهرات لكن التظاهرات بشروطنا هذا هو الوضع الآن الواضح الذي يريدونه أشكرك دكتور دكتور حامد الصراف مساء الخير في مستردام دكتور حامد نعم معك الحقيقة ماذا أسمع كانت سمعني أنت إذا أسمعك الحقيقة إذا أسمعك بس الصوت واطي لا أدري إذا كان الصوت واطي من عندك أو من عندنا في القسم الهندسي بس يرفعونا الصوت عموما الدكتور رافع ذكر أنه هذه تهمة الإرهاب استوانة مشروخة تعكزت عليها السلطة منذ عام 2003 في البطش بكل صوت أو قلم أو حراك شعبي مدن كاملة دمرت بهذه التهمة تهمة الإرهاب وقبلها أيضا العراق دمر بتهمة الإرهاب من قبل إدارة بوش الميليشيات ما زالت تتعكز على هذه التهمة وهي تهمة استوارة مشروخة ومكشوفة ومفضوحة هذا التعكز أو الاتكاعة لهذه التهمة من قبل قوى السلطة وميليشياتها تعتقد أنه غباء سياسي أم لا حيلة أمامها إلا أن تتعكز على هذه الحيلة يعني تهمة الإرهاب حتى تكسب تأييداً أو دعماً من الداخل والخارج على أنها تتصدى للإرهاب عفوا السؤال إذا صوتي واضح الآن نعم لك دكتور حامد تفضل شكراً جزيلاً عزيزي على استضافة تحياتي لك أستاذ ماجد ولضيوفك الكرام ولجمهوركم الكريم الحقيقة الآن التضحة الصورة يعني إضافة بسيطة أنه التطور الذي حدث خلال السنوات الأخيرة كان مؤشر قوي جداً والكل كان يتوقع إلى حدوث هذه الثورة بداياتها انتفاضة بداياتها مطالب محقة لشباب وشعبنا وكل شرائح وطبقات المجتمع العراقي توجت هذه الانتفاضة إلى ثورة تغيير حقيقي المطالبة بتغيير النظام برمته إسقاط هذه الطغمة الفاسدة التي جاءت بطريق يعني ملتوية لا شرعية لها لا في انتخابات مزيفة ولا بوجود هؤلاء الذين لا يمثلون شرائح ومكونات الشعب العراقي أغرقوا البلد بالخراب والدمار والفساد وسرق الثروات الشعب طيل 19 عام لذلك من حق الشعب أن يثور ولذلك أيضا هم ما محقين ولا يوجد أي منطق لاتهام الشعب العراقي بأنه يعني جوكرية أو أبناء سفارات أو ينتمي إلى النظام السابق هذا هو الوضع الحالي هذه الظروف الموضوعية التي حتمت على الشعب العراقي أن يثور أن يطالب بحقوقه أن يطالب بتغيير مشروع فهذا هو الحقيقة الوضع الذي وصلنا إلىه وبالعكس الآن صابرين أكثر من اللازم يعني الشعب العراقي يتمتع بالصبر بالثبات يتمتع بالمتابرة يتمتع أيضا بالثورة لأنه وما يريد يخرج عن السلمية دكتور حمد السؤالي هذه التهمة ما عادت تقنع الرأي العام في العراق في الداخل ولا عادت مقنعة أيضا للخارج الكل يشاهد وطبعا هذا نقل مباشر على وسائل الإعلام أن التظاهرات في العراق يقوم بها شباب آيس من الحياة في العراق شباب الحقيقة على قدر كبير من التعلم ومن المعرفة ومن الوعي لا يستخدم إلا صوت إلا لافثات إلا صور الميليشيات الآن جربت هذه التهمة فادتها لمدة 17 سنة دمرت فيها مدن بالكامل هذه التهمة الآن صالحة للتسويق مرة ثانية وإصاقه بهذا الحراك الشبابي هل الرأي العام في العراق سيصدق هذه التهمة سيتعامل معها على محمل الخارج أيضا سيعطي ضوء أخذر الميليشيات لذبح هذا الحراك وشبابا ونعشطي بتهمة أنهم إرهابيون ومخربون بالتأكيد الآن لا تنطل هذه الكذبة التي كانت هي مكشوفة لكنه لم تكن يعني يرافقها انتفاضة لم تكن هناك ثورة الآن الثورة الحقيقة وردة أفعال السلطة والميليشيات واضحة هم اللي جئوا إلى القتل إلى التنكيل إلى القمع هذه الإجراءات التي اتخذت منذ 2011 لحد هذه اللحظة هي فعلا تثبت بشكل لا جدالة فيه أن الشعب العراقي على حق وكان فعلا سلمية هذه التظاهرات منذ بدايات الاحتجاجات في ساحات الاعتصام في الشرق والغرب في الجنوب والوسط وكل كانت تصب اتجاه واحد هي ضد نظام المحاصصة وضد الفساد ضد الطبقة السياسية الفاذ هذه الطبقة استخدمت الميليشيات المسلحة وهذا طبعا مخالف تماما للدستور والأعراف والقوانين المعمول بها سواء كان في الداخل أو في الخارج لأن هناك حكومة يجب أن تتحمل مسؤولية حماية هذا الشعب تحقيق مطالبه الميليشيات هذه أثبتت فعلا لا تختلف عن داعش إذا كان هناك في تقريركم عشار إلى قضية الإرهاب والتنكيل والقتل فهناك داعش وهناك أنا أسميتها ماعش هي ميليشيات إيران في العراق والشام فهذا الترابط والإرهاب الآن أصبح في وجهين الوجه الأول هو داعش والثاني هو هذه الميليشيات التي يجب أن تنتهي ينتهي دورها بقوانين وحتى ولو لجأنا إلى مطلب حقيقي شعبي هو تدخل الأمم المتحدة وتدخل المجلس للبت في قضية إنهاء هذه الميليشيات واللغط على السلطات والجهات القضائية في محاكمة هؤلاء بأسرع وقت ممكن أشكرك الدكتور ثامر العلواني أهلا وسهلا بك إياكم الله محاولة الميليشيات إيجاد صلة أو رابط بين الحراك الشعبي وبين ما يسمى الإرهاب هل تعتقد أنه الغاية منها هو يعني تقويض الحاضنة الشعبية وهذا التفاعل الكبير مع هذا الحراك الشبابي وتخويف المجتمع من هذا الحراك بدعوة أنه حراك إرهابي أو على علاقة بالإرهاب أو يدافع عن الإرهاب أم هو التهيئ لمزيد من التنكيل والبطش والمستمر طبعا منذ سنة تقريبا من 2019 إلى اليوم مع انطلاقة هذا الحراك تحية لك أستاذ ماجد ولضيفك الكريمين ولقناة الرافدين أهلا وسهلا طبعا فيما يتعلق في سؤالك الشق الثاني متعلق بالأول والحكومة هي تسعى إلى تحقيق هذين السؤالين التي طرحتهم حضرتك الحكومة والميليشيات وأحزاب السلطة هي من الأول تحاول عسكرة وشيطنة المظاهرات كما ذكرتم في التقرير حتى تجد مسوغ لإنهاءها وحقيقة اتهام المتظاهرين بالإرهاب هو لأجل استباحة دماهم وإزهاق أرواحهم لأن التظاهرات فضحتهم فضحت هذه الحكومة فضحت الميليشيات وفضحت أحزاب السلطة وأظهرت موقف الشعب العراقي من النفوذ والتدخلات الإيرانية في العراق لأن التظاهرات كان أهم مطالب من مطالبها هو إنهاء العملية السياسية التي هي مبنية على الطائفية ومبنية على العرقية وأيضا إنهاء التغول الإيراني في العراق وللأسف من التحكم بالعراق هم إما خاضعون للإرادة الخارجية والإملاءات الخارجية التي تأتي من إيران وأمريكا وإما هم مرضى النفوس الحقد الطائفي المقيت وإما هم بعضهم وهم القلة أن يصفون بالجهلة الذين لا يفقهون شيء في إدارة البلاد ويمكن هذا الوصف أن يعم القسمين الأولين وهذا ما يجعلهم ينهبون البلاد وخيرات الشعب العراقي وتدميره لأجل مصالحهم ومنافعهم الشخصية ومن أجل إظهار الطاعة والولاء لإيراني فهؤلاء يتهمون الشعب العراقي تارة بالطائفية على مدار 17 سنة هم يتهمون أو يسعون لترسيخ فكرة الطائفية في العراق والآن هم يعودون إلى التهمة الممقوطة الممجوجة التي أصبح الشعب العراق يمقتها جملة وتفصيلة تهمة الإرهاب وتارة يتهمون المتظاهرين بالعمل لدول أجنبية وهذا ما تحاول الحكومة وأحزاب السلطة إشاعتها بين الناس ولكن الشعب العراقي الآن أصبح يفهم الواقع الذي يعيشه وما تحاول الأحزاب والميليشيات أن ترسخه في الشعب العراقي هو مفضوح وللأسف هذه النماذج وهذه الأشكال هي التي تتحكم بالعراق وهي لا تمتلك إلا خطة مكشوفة مفضوحة لإدارة البلاد وهي مدى التفريق بين الشعب العراقي بين مكونات العراقي لكي تعيش على الصراع المجتمع بالعراق لأنها لا يمكن لهذه العملية السياسية وهذه الأحزاب أن تحقق المكاسب إلا بخلق انقسام شعبي انقسام مجتمعي وهذا يحصل الآن في طريقين إما بالطائفية وإما بالإرهاب والطائفية فشلت فشلا مقيتا لم تستمر وكان التورة التشرين أكبر صفعة على وجوه ودعاة الطبقة السياسية والميليشيات لأنها فضحتهم وأظهرت أن المشاكل واستمرارها واستمرار الأجزمات في العراق هو بسبب السياسيين وليس لأن العراق لديه طوائف ومجتمعات مختلفة الآن الحكومة وأحزاب السلطة تريد أن تنهي هذه التورة حتى تعيد السياسات الطائفية وخلق الفتنة بين الشعب العراقي ولذلك يتهمون المتظاهرين بالإرهاب حتى يجدون مسوّغ للهجوم الدموي عليهم ولكن لن ينجحوا إن شاء الله لأن الشعب العراقي أصبح يعي تماما هذه المخططات التي تنفذها الحكومة بينما الإرهابيون معروفون معلومون مفضوحون وبكل وقاحة هم يصرحون الأحزاب الحاكم منذ 17 سنة هي تفتعل الصراع الطائفي تحت مسمى السنة والشيعة والعرقي تحت مسمى الكرد والعرب وهذه الفتنة استمرت وهذه الأمور حقيقة هي خلفت انقسام حاد بين الشعب العراقي على مدار سنين ماضية وحصدت آلاف الأرواح بالغاية من هذه كلها هو لكي يتحكم السياسيون الطائفيون والفاسدون في العراق وخيرات العراق ويقدمونه على طبق من ذهب إلى إيران نعم واشا واضح دكتور رافع تهمة الإرهاب كانت تهمة أو متكة ناجح العراق دمر بتهمة أنه علاقته بالإرهاب قتل الملايين في العراق بتهمة الإرهاب دمرت مدن بالكامل بتهمة الإرهاب كانت يعني هذه تهمة الإرهاب جاهزة في متناول اليد ولها سوق في الخارج والداخل الميليشيات الآن منذ سنة تحاول إلصاق التهمة بالحراك لكن لحد الآن لم تنجح في إقناع الرأي العام أن هذا الحراك إرهابي أو له علاقة بالإرهاب أو أنه يمهد الأرضية لعودة الإرهاب هذا الفشل للميليشيات فشل لأنها انكشفت في خلال هذه الفترة أم هو نجاح لهذا الحراك الذي حافظ على سلميته ولم ينجرف إلى ما يسمى أعمال إرهابية أو سلوكيات إرهابية الوجهان يعني صحيحان صحيحان نعم الحقيقة الميليشيات تتاج تخريبي وتجميري وعمقوا الكارثة وزادت الكارثة والشعب يعني وصل إلى نتيجة أن هؤلاء لا يمكن أن يحكموا العراق واستمرارهم في حكم العراق يؤدي بالعراق إلى النهاية مقابل أن الحراك هذا قد حقق غايات كثيرة جدا هذه ما يقرب من سنة هذا الحراك قدم كل الشهداء مثل ما حضرتك تحدثت قدم كل هذه الجرحة قدم قدم قدرة على المقاومة والصمود اسطورية في بلد هذا لناحية الثمن أو ما قدم الغايات أو المنجزات التي أنجزها هذا الحراك نعم سأتي إلى هذا نعم يعني عندما يعني الحراك خرجه لم يكن أحد يتوقع أنه هذا الشباب الصغير قادر أن يجتاز في فترة عصيبة وفترة شاذة الفكر الطائفي كان منتشر بها ومركز عليه التفريق الفساد الخراب أن يخرج من رحم كل هذه المعاناة مع آلة بطش جبارة من الميليشيات وغير الميليشيات أن يخرج هذا الشباب الجميل وهو غير طائفي يعطي مثال للمجتمع أنه أنت أي المجتمع العراقي أنت غير طائفي لم تكن مسمما لم تكن طائفيا لم تكن مجبرا على على أخذ هذا الطريق الذي يريدون أن يدفعوك بالتجاه هذا طريق الدم والخراب والفرقة والتمزيق هذا واحد من المنجزات الكبيرة وأهم منجز من المنجزات المنجز الثاني أنه هذا الحراق قد كشف كل نجوه أسقط كل الأقنعة الآن ما عادت هناك أقنعة لقوى السياسية ولميليشياتها أن تتشدق بالوطنية الدفاع عن الدفاع عن مذهب الدفاع عن قيم معينة سقطت كل قيمها لأن التصرف والمنهج الذي صارت عليه ثورة تشرين والشباب كان منهج وخطوات مشرفة وجميلة وعظيمة أحيت في العراقيين روح الوطنية يعني كنا نتذكر وقلناها وقالها كثير من العراقيين وقالها حتى الناس اللي خارج العراق وليس لهم علاقة بالعراق قالوا العراقي كان في بعض العراقيين كانوا يعني عندما تقول له من أي بلد أنت يستحي أن يقول أنا عراقي بسبب القتل بسبب الطائفية بسبب القراب اللي وقع في بلده عندما حصلت ثورة تشرين هؤلاء الشباب أعطوا قدرة على القول أنا عراقي يتفاخر أنه عراقي لأنه ينتمي إلى هؤلاء الشباب هذا الشباب الشباب الجميل اللي ضحب دمه وروحه ومجموعة من المثقفين والرائعين جدا ويطالبون بوطن وكان جزء من هذا المنجز أنهم لم ينساقوا أو لم ينجروا إلى المطالبات الصغيرة الفرعية المطالبات البسيطة الخدمية ذهبوا إلى المطالبة بالوطن وهذه القضية التي أرعبت كل هذه القوى لذلك يعني بالعودة أقول أنه قبل يومين أو ثلاثة كنت أستمع إلى حديث لواحد من الرموز الكبار للميليشيات نوري المالكي نعم كان يتحدث نفس الحديث ثم يتحدثون أن التظاهرات مكفولة بالدستور نعم وهذه التي نسمعها دائما مكفولة لكن نحن نريد تظاهرات سلمية سلمية نعم وهذه القضية عندما يقول نريد تظاهرات سلمية هو الشكك في تظاهرات العراقيين يعني أن التظاهرات غير سلمية وهي حقيقة سلمية ثبتت أنه سلمية بل قيس الخزعلي قال كلام أوضح قال أنه سلمية التظاهرات 2% 98% عنف نعم نعم هكذا يريدون تشويه ومن حقهم أن يتظاهروا لكن عليهم أن يلتزموا بالدستور والنظام لا يقطعوا شارع لا يمروا في شارع لا يوقفوا عملا لا معرف شنو لا يسقطوا حتى مسؤولا لا يجبروا حتى مسؤولا على تقديم الاستقالة إذا كان الشعب يرى بالمالكي وغير المالكي وكل الحكومات هذه هي أساس البلاء وأساس القراب ويخرج كل شعب وفي كل شعوب الدنيا عندما تخرج تسقط هذه الحكومات لأنها غير مقتنعة بها لأنها أذتها لأنها وصلتها إلى حالة النور المالكي يطالب هذا هذا إرهاب ويجب أن نحاسبهم عليها ونحيلهم إلى المحاكم ونسجنهم نعم فالفكر الذي يتعاملون به مع التظاهرات فكر شاذ ورؤية شاذة ورؤية دونية للشعب هذه هي حقيقة الوضع وهذه من ضمن المنجزات التي حققتها الثورة أنه كشفت أن رؤية الطبقة السياسية للشعب رؤية دونية رؤية مصلحية تحاول أن لذلك الحديث الآن عندما يجري الحديث عن الانتخابات نرى هناك لهجة وحديث دائماً الآن في هذه الفترة نسمع حديث في الدفاع عن المذهب الفلاني والدفاع عن المذهب الفلاني يحاولون إعادة إحياء هذه القضية لدى الشباب لكي يكسبوا جزء من عنده ويوحول أنهم يدافعون عنه وهذه قضية كذبة كبيرة هذه الطبقة السياسية لا تدافع إلا عن مصالحها لا تدافع إلا عن عملية سياسية وجودها حتى وجود حكومة مصطفى الكاظمي الإتيام بهذه الحكومة كان الغاية من عندها وما زالت الغاية من عندها والمضي بالعملية السياسية على طريقها ومحطاتها وتجاوز هذه الأزمة التي أصفت بالعملية السياسية وأركانها نتوقف مشاهدين الكرام عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا هنا في الهستوري دكتور رافع الفلاحي وعبر اسكايب من أمستردام دكتور حامد الصراف ودكتور ثامر العلواني من عمان بعد الفاصل نعود يبقوا معنا ترجمة نانسي قنقر مشاهدين الكرام ننويه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة رافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات لذا يرجى من متابعين الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي تبحث في محاولات الميليشيات المستميلة في إلصاق تهمة الإرهاب بالحراك الشبابي السلمي في العراق ضيف طاولة دكتور رافع الفلاحي والدكتور حامد الصراف والدكتور ثامر العلواني دكتور حامد الصراف يعني التظاهرات قوامها شباب عراقي الحقيقة محبط يائس بلا أفق بلا حاضر ولا مستقبل بفعل الفساد وهذه الطبقة السياسية الموجودة التي تحكم العراق من 2003 إلى اليوم بطالة عوز فقر والسلطة وحينما خرج السلطة جابهته بالرصاص والنار وقتلت من زملاء من زملائهم أكثر من 700 وهناك آلاف مصابين ومختطفين ومغيبين مع ذلك هذا الحراك والشباب مع العلم هو شباب متحمس ومندفع لم ينجر لم ينزلق إلى مواجهة مع السلطة التي ذبحت وقتلت واختطفت وغيبت الكثير من زملاء هذه الحكمة أو الرشد ما ردها لعقل هذا الشباب أم لأسباب أخرى؟ الحقيقة شبابنا شباب أصيل إلى تاريخ الشعب العراقي شعب حي شعب يحب الحياة ويسير على خطة مهمة هي الحفاظ على البلد الحفاظ على مستقبل الأجهاء القادمة الحفاظ على حاضرة ومستقبله لذلك الذي يجرى لم يكن دافع فقط هو اليأس وإنما هو تحسين الحال الأحوال كانت متردية جدا لذلك لو كان يأس وقانط كان رضخ إلى إرادة هذه السلطة بينما العكس هو الصحيح كان هناك حوافز بالتغيير والثورة لا تقوم إلا ب يعني هو الدكتور يأس وآيس من هذه الطبقة في أن تصلح في أن تقوم في أن تثوب إلى رجدها مضبوط مضبوط الآن فعلا المعادلة التضحى أن هناك فعلا خيبة أمل من كل التغيير الذي حدد ويأس من هذه السلطة قادرة على إجراء أي تغيير مصطح في الوطن والشعب لذلك ثار طلب التغيير طلب لحياة أفضل طلب المستقبل للإجارة القادمة يكون فعلا مقرف لنا إحنا كحاضر وكمستقبل لذلك الثورة الحقيقة أكانت فقط مطلبية بمعنى المطلب رؤساء رؤساء الوزارات السابقين قدروا أن يشترون دمم بعض الأشخاص بعض الشباب بالتعيينات وبإرضاءهم بأخذ الابتيازات لكنه أغلبية الشعب ومنهم الخرج كان يتبتع بوضع جيد وضع أو يأتلك مثل ما يقول مهنة خاصة فلذلك الشباب كلهم تنجوا ضاموا بعض ومن ثم أن الحطول على حقيقة على ما يرمون إلى وهو استعادة الوطن الوطن كان مسلوب السلطة كانت ليست في يد العراقيين لم يكن هناك سلطة وسيادة وقرار كاسي مسئل فهذا هو منبع الارتياح بالنسبة لكل الشعب العراقي ومن ثم أيضا تسقط هذه الدائرة إلى المنطقة أصبح تضامن إقليمي وتضامن دولي المجتمع الدولي كلنا فهم حقيقة الوضع في العراق بهذه الثورة لذلك نحن حتى الآن نقول بأن الشعب العراقي وشبابه قادر على التغيير لكن الكسامة بالسلمية دكتور اسمح لي حتى صدرت بعض الدعوات من مناصرين أو مؤازرين لهذا الحراك في الداخل والخارج أنه قد يذهبون إلى عملية تسليح الشباب للدفاع عن أنفسهم بوجه هذه الآلة المستمرة من القتل والاغتيالات لكن طبعا الشباب رفضوها رفضوا هذا الخيار هذه المراهنة على البعد الأخلاقي للتظاهرات البعد السلمي لهذه التظاهرات ولهذا الحراك هل تعتقد أنه سيثمر في مزيد من التعاطف والدعم والمؤازرة طبعا في الداخل محسوم هذا الأمر لكن في الخارج من جهات دولية حقوقية أمم المتحدة وغيرها من المنظمات الأخرى والرأي العام عموما العالمي هذه المراهنة على البعد الأخلاقي والسلمي ستنتج شيء أستاذ ماجد أشكرك على هذا السؤال وهذه النقطة المهمة توقفت عدها وتثار حولها الحقيقة كثير من الشكوك الآن في قضية تصدر حتى البيانات العسكرية يعني نحن شاهد خلال الأيام الماضية أو الأسابيع الماضية صدرت بيانات بسم المجلس عسكري للتظاهرة أو للانتفاضة أو للثورة وغيرها وهذه طبعا ادعاءات باطلة هذه جرد أكاثيب تلصف في الانتفاضة وتسلح للسبب والقصد منها هو التهيئ التهيئ الفريشيات والأجهزة القمعية إلى قمع الانتفاض بحجة تداية النحا فالحقيقة شباب أكياء وقوا إلى نتائج مصبقة قبل ما أن تبت تفشي الأسباب والدوش لقمع الانتفاض بطريقة أبجع من تطرق فيها خلال الأجهزة الماضية هناك أيضا مسأة أخرى أضيفة الآن منها 1 أكتوبر القادم يتهيئ أعداء الثورة بما يسمى الثورة المضاد وأجهزة تهيئ لأن تخرج بتظاهرة خاصة تخترق الانتفاضة لأن مشاكلة يتهيئون الاحتفالية للذكرة السببية الأولى الانتفاض فهما الآن يتهيئون توقع المليشيات أو بعض أقطاب السلطة الحالية إختراق هذه الثورات سوف يصدر بيان أو غدا باسم البدد السياسي وباسم الانتفاضة دكتور اسمح لي دكتور أكو مشكلة بالصوت الصوت يعني ليس جيدا يصنى خليني أروح على دكتور ثامر العلواني وأرجع لك بس غير مكانك أو شوف الشباب شون يضبطون وياك الصوت دكتور ثامر العلواني التظاهرات منذ البداية قوبلت بالقنص والقتل للشباب الذين خرجوا في التظاهرات فقتل منهم أكثر من سبعمية أو ثمانمية ثلاثين ألف جريح عمليات الخطف والتغيب ما زالت مستمرة برصاص الميليشيات على الهواء مباشرة طبعا الاعترافات عن القتل تدرجت قيس الخزعلي قال في البداية هؤلاء بلاكوتر ثم قال الطرف الثالث ثم قال بعد ذلك أن هناك منتسبين من الأجهزة الأمنية يقتلون المستجلبين من كردستان العراق والمحافظات أخرى منتسبون للأجهزة الأمنية من هو الإرهاب هنا من هو الإرهاب هنا الذي قتل منه سبعمية ثمانمية وآلاف الجرح والمغيبين والمخطوفين أم الذي يقتل يقتل المشكلة ربطني بدايها وانسلت يعني هو من يمارس الإرهاب ويريد أن ينصق بالآخرين وخاصة يعني الآخرين الضحية تقيقة هذه من الأمور المضحكة المبكية في العراق نعم هل هو المتظاهر المعتصم في الشوارع وفي الميادين الذي يستخدم اللافتات ويستخدم الهتافات لإيصال صوت والمطالبة بحقوق الشعب العراقي التي نهبها السياسيون والميليشيات هل هؤلاء هم الإرهابيون أم الإرهابي هو من يهاجم المتظاهرين ويتعمد قتلهم وإرهابهم أليس الإرهابي هو الذي يخطف وهو الذي يغيب المدنيين سواء المتظاهرين أم غيرهم أليس هم الميليشيات أليس الإرهابي هو من يخرج بكل بشاعة وبكل وقاحة ليهدد الشعب العراقي والمتظاهرين بالقتل والتغييب والتصفية أليس أليس الإرهابي هو من يستخدم الصواريخ والسلاح الثقيل والمتوسط والخفيف لاستهداف المطارات والمدنيين طيب من يقوم بكل هذه الأعمال أليست الميليشيات أليست الميليشيات هي من تمتلك الصواريخ والعتاد الثقيل والمتوسط خارج إطار الجيش والشرطة أليس هذا هو الإرهابي الحقيقي وبالتالي يتركون كل مظاهر الإرهابي الميليشيوية والحكومية ويرجعون يتهمون المتظاهرين بأنهم إرهابيون يتهمون المقتول والمجني عليه بالإرهاب لأنه رفس أثناء موته لأنه طالب بحقه لأنه طالب بحقه بالعراق لأنه استنكر الظلم لأنه يطالب بحقوق الشعب العراقي للأسف هذا هو ما يجري في العراق وهو الظلم بعينه وهو الإجرام الحقيقي الذي لا بد أن ينتهي أليس الإرهاب هو من يغيب الناس ويقتلهم بمقابر جماعية مقابر في الفلوجة مقابر في جرف الصخار مقابر في جنوب بغداد مقابر في الموصل مقابر في شمال العراق كل هذه المقابر الجماعية شاهد حقيقي على أن الحكام هؤلاء هم المجرمون هم الذين عاثوا في العراق فسادا وتدميرا عن طريق الميليشيات وأيضا عن طريق الأجهزة الأمنية عندما أبادوا المدن عندما أبادوا مدن عندما غيبوا آلاف المواطنين بحجة الإرهاب والتقارير الدولية الآن أصبحت تثبت أن من يقوم بهذه الأعمال هي الأجهزة الأمنية والميليشيات إذن هذا الاتهام الباطل للمتظاهرين هو اتهام باطل ولا ينطل على الشعب العراقي لأن الأمور أصبحت واضحة نحن على مدار سبعة عشر سنة أخذت هذه الأحزان فرصتها وزيادة في التجربة وبالنتيجة فشلت فشلا ذريعا لا مثيل له فكان لزاما عليها أن تتنحى جانبا ولكنها للأسف لأنها تخضع لإرادات خارجية ودولية فهي تريد ضياء العراق تريد نهب خيرات العراق تريد تدبيع العراق تريد إنهاء شيء اسمه العراق لأجل أن ترضى إيران على إجراءاتهم وعلى ممارساتهم البشعة بحق الشعب العراق دكتور رافع الفلاحي هذه السلطة إذا ما استمرت في عملية شيطنة الحراك التحريض ضده ممارسة القتل والاختيال والخطف ضد ناشطيه ولا زالت مستمرة على مدى طبعا سنة هل تتوقع أن هذا الحراك سيبقى مصرا على سلميته وعدم جراره وانزلاقه إلى العنف على الرغم من كل ما يتعرض له من بطش وتنكيل وقتل واختيال واعتداء وتغييب قسري أنا أعتقد أنه أثبت أنه ماضي في طريق السلمية هو بالفكرة الذي يقوده يعرف أن العالم الآن يجب أن يفهم كم هذه التظاهرات كم هذه الثورة متحضرة وكم هي وحشية السلطة التي تواجههم هذا جزء من ما حققته ثورة التشرين لذلك هو متمسك بها لكن نريد أن أقول أنه السلطة في العراق يعني إذا ما جئنا هي رؤوس السلطة كثيرة وربما تحدثت عن هذا الموضوع في السلطة في العراق رؤوس كثيرة وضعف الحكومة لكن مع ذلك الحكومة هي التي يدفعونها للواجهة بعد عودة الكاظمي مصطفى الكاظمي من أمريكا دعي إلى اجتماع لما يسمى يعني بين هلالين البيت الشيعي قالوا في بيت هذا العامل كان كل الميليشيات والقوى السلطة هذه مجتمعة هناك لتبلغه برسالة الرسالة فحواها واضحة هم قالوا واتحدثوا بها يجب انهاء التظاهرات وخرج مصطفى الكاظمي بعد ذلك وفي جيبه قرار أن هذه التظاهرات يجب أن تنهاء لذلك يتحدث عن أن التظاهرات يجب أن تكون سلمية بعدما كان يتحدث أن التظاهرات سلمية وأنا ابن التظاهرات وسأستجيب لكم وسأحاسب قتلة المتظاهرين وأحميكم وأحميكم وإذا به يقول أنه لا حد يتعدى للقوى الأمنية ولا كذا وهناك اتهامات ضمنية وبين السطور للمتظاهرين في أنكم أنتم من تتحرشون بالقوى الأمنية والقوى الأمنية جاءت لحمايتكم وهذا عبث بأمن المواطن بهذا الاتجاه يمضي وتحدث عن قضية نفس خطاب قارة الميليشيات نفس الخطاب بس بأسلوب يعني ربما هذا نعم يلبس الكفوف ويتحدث بدل بدل ما يضرب بيد مكشوف الوصول إلى وتحدث عن شيء واحد حول القضية إلى على قضية أخرى وأنا أعتقد هذا هذا جزء من الرهاب كل قوى العملية السياسية والحكومة ضد المتظاهرين وضد الشعب عندما حولوا يعني الطلب المتظاهرين في إجراء الانتخابات هو نتيجة وليست غاية هم حولوها إلى غاية نحن سنذهب إلى الانتخابات المبكرة كل قوى العملية السياسية تريد الانتخابات المبكرة لكن الشعب لا يريدها بهذه الطريق الشعب يعرف أنه هي هي نتيجة وليست غاية هناك هذه النتيجة نحصل عليها بعد أن نصف في الميليشيات بعد أن نسيطر على السلاح المنفلد بعد أن نزيل الفساد بعد أن نظهر القتلة نظهر الفاسدين السراق الحرامية اللي راهنين إرادة العراق هاي مطالب الشعب لذلك طالبه نريد وطن هذا الوطن وبالتالي النتيجة الطبيعية عندما تزيح كل أولى ستذهب إلى الانتخابات والانتخابات ستكون تحت الظوء أمام منظار الجميع في بيئة وأرضية صالحة أما أن تذهب إلى الانتخابات تعتبرها هي الغاية غاية التظاهرات غاية الثورة هي الذهاب وأنا المنجز في نفس الظروف نفس المناخ نفس وتصر أن تحققت المتظاهرين ما يريدونه إذن أنت أصدرت قرار بقتل المتظاهرين وقطع رأس التظاهرات لأن أنت حققت لهم ما يريدون وعليهم أن يعودوا إلى بيوتهم وسنجري الانتخابات في الوقت الفلاني لكن مع وجود نفس الظروف ونفس القوى التي خرجت ضدها الشعب هي من تضع القانون هي من تشارك بالانتخابات هي من تتحكم بإدارة الانتخابات هذه الفكرة فالفكرة إرهابية جدا من قوى السلطق قوى العملية السياسية والحكومة ضد المتظاهرين دكتور حامد صراف بأقل من دقيقتين على الرغم من كل ما جرى ويجري ضد المتظاهرين من تنكيل وقمع وقتل وتغيب وما إلى ذلك الخيار الأول والأخير لهذا الحراك هو التعويل على السلمية وعلى البعد الأخلاقي هذا رهان الحراك هذا خيار الأول والأخير في هذه المواجهة المفتوحة مع قوى السلطة على الرغم من دمويتها وقمعها أن يهيئ الآن أنا الحقيقة آخر في خصوص الانتفاضة والاحتفالية التي تهيئ الآن بذكرها السنوية الأولى هناك استعدادات جيدة إذا الشباب تستمر هذه السلمية لكن نحن نتوقع أيضا الطرف الآخر المضاد للثورة وقوى السلطة وقوى الميليشيات تعاول جاهدة إلى اختراق هذه الانتفاضة والاحتفالية والاعتصامات القادمة لكن ويجب أن نفوت هذه الفرصة سنية التطهر سوف تستمر إلى أن تحقق أهداف للإطاحة بهذه الطغمة السياسية الفاسدة والنظام المحاصصة وسوف يشرق من جديد فجر جديد على العراق الحقيقة كل اللي كل اللي نقول أنه الثورة حققت الجزء الأكبر من أهدافها وسوف تنقي هذا الفصل المساوي من تاريخ شعبنا إلى طفحة جديدة بطفحة جديدة بتحقيق المشرق شكرا جزيلا بهذا مشاهد الكرام نصل لأختام هذه الحلقة من طاولة حوار والتي ناقشت في محاولات المستميتة لقوى السلطة وميليشياتها بربط الحراك السلمي الشبابي في العراق بما يسمى الإرهاب لم يتبقى لنا في هذه الحلقة إلا أن نشكر طبعا ضيوفها هنا في الستوليو الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي وكان معنا من العاصمة الهولندية مستدام عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف كما نشكر أيضا الدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق وكان معنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان حتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الآن اشتركوا في القناة